السلام عليكم ورحمة الله اليوم الفيديو توضيح أو شرح بخصوص الإعفاء العام والإعفاء الفردي وأي مرحلة مشمولة وشون الدرجة وطلبتوه من عندي قلتوا لي ستسوينا فيديو عن الإعفاء العام والإعفاء الفردي وشون الدرجات وشون تتقسم الدرجات الإعفاء العام أول مرة الدرجة مين خلينا نشرحها بالورقة الإعفاء العام الدرجة مين الإعفاء العام الدرجة مالتج قد 85 85 زيان والإعفاء الفردي الإعفاء الفردي الدرجة مالتها من 90 الإعفاء العام 85 والفردي درجة مالتها من 90 الإعفاء العام يعني مثلاً تجمع كل مادة رح تاخذ بيها من 75 فما فوق كل مادة رح تاخذ مين يعني نقول كل مادة رح تاخذ شقيد رح تاخذ مثلاً 75 هو من 75 فما فوق رح يجمعاً هذن المواد كلهن على عددهن هذن الدرجات رح يجمعاً مثلاً عندك 6 مواد عندك مثلاً 6 مواد هاي رح يجمعاً ذن المواد قلت لك من 75 فما فوق ماك 74 هاي دا نحكي على اليمن على الإعفاء العام فرح يجمعاً رح يجمعوهن عدد المواد ويقسموهن على عددهن يعني المواد هذن الستة يجمعوهن ويقسموهن على عددهن عددهن مثلاً الستة رح تطلع لك الدرجة إذا درجتك المجموع مالتك 85 تنعف عفاء عام يعني ما تروح تمتحن بآخر السنة خلينا نعيد شرح الإعفاء العام الدرجة المعدة القصدية المعدة 85 المعدة 85 المعدة المالتك ما للسعي السنوي اللي هسا رح أشرحه شون يحصل نحصل على السعي السنوي المعدة المالتك 85 فما فوق هذا بالنسبة للإعفاء العام إذا درجتك بالسعي ما أخذ من 75 فما فوق وجمعته هذن الدرجات الدرجات كل هن المواد وجمعناهن وقسمناهن على مثلاً المواد ستة قسمناهن على ست مواد يطلع لك 85 المعدة المالتك أنت تنعف يعني ما تروح تمتحن بآخر السنة الإعفاء الفردي لا مثلاً المادة مالتك الإعفاء الفردي 90 ما أخذ 90 مثلاً مادة الفيزية هاي الفيزية 90 فيزية 90 هاي الفيزية ما تروح تمتحن آخر السنة مثلاً ما تروح تمتحن طلعت لك بالسعي السنوي فيزية 90 من 90 فما فوق أقل من 90 ما تنعفي إعفاء فردي ده نحك على إعفاء الفردي إجوز كليتهم كليتهم التسعين مثلاً كيميا 90 هي عربي أو 91 يعني من 90 عادي تنعفي إعفاء إجوز إثنين ثلاثة حتى لو إثنين ثلاثة هاي كلهن قلناهن كلهن العفاء العام لكن الفردي ده نحك على الفردي إجوز فيزية إجوز كيميا إجوز في ثلاث مواد أربع مواد عادي تنعفي إعفاء فردي من 90 فما فوق شون نحصل على شون نحصل على السعي مثلاً السعي السنوي أكو بها المتابعين راسلوني قلوا لي شون نعرف السعي السنوي حتى المتابعين بإجوز يجمعوهن يقسموهن ويا اليوم وهاي ماهم تطلع درجتك الفصل الأول درجتك هاي الفصل الأول مثلا نقول 80 درجتك الفصل الأول بعدين تروع على اليمن نصف السنة نصف السنة هم نقول 90 بعدين حتمتحن الشهر الثاني قصد الفصل الثاني هذا الفصل الثاني شنو الفصل الثاني اللي ورا نصف السنة الفصل الثاني الورا نصف السنة تمتحن الشهر الأول والشهر الثاني ويتطلع النتيجة مع الفصل الثاني فاش راح يصير الفصل الاول الفصل الاول زائد نصف السنة زائد نصف السنة زائد الفصل الثاني زائد الفصل الثاني هذن ثلاثة يجمعوهن ويقسموهن على ثلاثة يجمعون درجة الفصل الاول بالنتيجة ونصف السنة بالنتيجة والفصل الثاني اللي وراء نصف السنة مو تمتح الشهر أول وشهر ثاني وتطلع لك الدرجة من الفصل الثاني يوزعوا لك النتيجة تطلع لك الفصل الثاني يجمعوهن ثلاثة ويقسموهن على ثلاثة إذا طلعت درجتك المعدل مالتك من 85 فما فوق تنعفع فعام هاي روحي إن شاء الله افتهمتو بس شوية خنعيد السعي السنوي الفصل الأول والشهر الأول والشهر الثاني تطلع درجتك الفصل الأول نصف السنة نصف السنة حتمتحنون بي الفصل الثاني اللي وراء نصف السنة الشهر الأول وشهر الثاني يطلع لك درجتك الفصل الثاني يجمعوهن الأول ونصف السنة والفصل الثاني يجمعوهن ويقسموهن على ثلاثة يطلع لك السعي السنوي يطلع لك شنية هاي جمعوهن ويقسموهن على ثلاثة يطلع لك السعي السنوي هاي السعي السنوي اذا طلعت درجتك المعدل مالتك من 85 فما فوق تنعفع فاعام المنهذي الطلاب يا هو يا مرحلة المشمولة المرحلة فقط الصفوف الغير المنتهية اللي هم نظام الكورسات قبل نظام الكورسات الاول متوسط والثاني متوسط والرابع اعدادي والخامس الاعدادي هذن المرحلة 4 مراحل مشمولة لاناكو تعليقات يقولون 6 احنا الخامس ابتدائية مشمولين لا الابتدائية لحد الان ما مشمولين فقط منية فقط الاول متوسط والثاني متوسط والرابع اعدادي والخامس الاعدادي هذول اللي يشملون بنظام الاعفاء ان شاء الله صار الفيديو واضح وان شاء الله يا رب النجاح والموفقية وان شاء الله الاعفاء عام الكل طلابنا يا رب بما خامس احنا بشرفه بشرفه